طيب نسمع إلى تلاوة أخرى لشيخ عبد الولي الأركاني أيضا نفس طويل وأريد تعقيبك بعدها على هذه التلاوة المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من طبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من رضبهم وأولئك هم المفلحون الشيخ معتصة مصر أشهد والله إله 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 الله كم طول التلاوة؟ ما شاء الله تجاوز دقيقة وربع يعني اللي عنده هكذا نفس الشيخ أنا أقول حطم الرقم القياسي هذا حطم رقم القياسي خاصة في الترتيل صراحة يعني التجويد له ميزة أخذ النفس يعنيه طريقة في علم القراءة طريقة معينة وطريقة إخراج الحروف بشكل يعني تستخدم النفس بشكل أطول في الآيات لكن في الترتيل لا تستطيع كالتجويد يعني من كان نفسه بهذا الطول يستحيل أن يقع في أخطاء الوقف والابتداء بعدين غير هيك مريح المصليين التي قلت آمين يعني بعدين يلحوا آمين معهم نعم